في البداية نتكلم معك عن الفعليات فعليات الاحتفال بالذكرى 33 يعني احنا شايفين فعليات على مدار 3 ايام والله السنة دي الأمور طبعا يعني متغيرة شوية السنة دي ضمت إلينا قرية غالية هي قرية داس النقب بقرية جمهوري تعديلا للحدود الإدارية بيننا وبين شمالسينة فبالتالي كان لازم يبقى لها مراسم دخول المراسم دي ايه ان احنا بعتنا السكتر العام بعتنا كل المدرين كل المدريات راحت قبل المحافظ طبعا ما يروح شافوا درسوا شافوا الوضع في المنطقة ايه وبعدين احنا انا رحت درجها على على قائمة او الفتحات او الوضع حجر الاساس او الاحتفالات بتاعت المحافظ فالسنة دي بنعتبر في شيء جديد ضم إلينا هو قرية راس النقب بدأنا بيها مبارح على طول معانا معالي الوزير محمود شعراوي وزير التابعة المحلية معانا رئيس جهاز تعمير معانا جهاز صندوق تلطور الحضاري عندنا معانا قائد المنطقة جيم كان معانا لفيف كبير جدا من القيادات موجودين في القرية ويمكن انا سبقت قبل ما اروح في زيارة قبلها بسبوعين يعني بسبوعين بالزبط يعني يوم الجمعة اللي قبل اللي فات كنت هناك عادت معاهم بحثت مطالبهم اللي المديرين جابوهم جابوها لي على الأرض دول محتاجين كذا محتاجين مية محتاجين ساكن محتاجين فهم ازاي وقدمولي طلبات حوالي عشرين طلب اه انا قلت لهم طب يعني ناخد خمس طلبات الاول ونحققهم عشان ما قدرش اوعدكو وما وفيش وما انفعش كده ساعة الرئيس معلمناش كده ساعة الرئيس لما بيوعد بيوفي فايه رأيكم فقاللوني يوم وفيين فاخدنا خمس مطالب في الحقيقة في الحقيقة حققناهم فيه سبعين ويمكن معانا لوزير التنمية المحلية مش بيصدق اه ان هما طلبوا مني واضح حاجة الاساس لمية وعشرين بيت بدوي انبارح كان بيحطوا حاجة الاساس لمية وعشرين بدوي ومش مية وعشرين بيت اساس بيت بدوي بس ده هيبقى زي منطق التجمع هيبقى فيها ملاعب هيبقى فيها مدرسة هيبقى فيها مبنى للحضارة تجمع ساكني بدوي على الشكل البدوي بلزبط كده اه طبعا طبعا هما اللي بيقولوا هما اللي بيطلبوا التزاين بتاعه واحنا بننفذ بنلب لهم طلبين دي كانت أول خطوة في الحفل بتاع طب تلاها بقى كان في محطة محطة تعالية ميا أنا تعرف أن أنا تفتح عندي أربع محطات شغالين دلوقتي أبو زنيمة أو رسدر دهب نويا بحق دول شغالين حاليا طاقة المحطة الأقل المحطة 15 ألف متر بكعب مياه في اليوم أقل محطة فيه 20 وفيه 25 النهاردة إحنا مبارح حطينا حجر أساس بحطة طابة طابة يعني عايز أقول 5000 متر مكعب أنا أساني طابة برضو أعداد بتاعتها مش زي ما تتسويش بشار مش هيك ما تتسويش برسدر ففي الحقيقة حطينا مبارح حجر أساس وكان موجود السيد لواء إيهاب خضر وسيد لواء عصام جلال رئيس بدرة المية وحضر بعاية سيد وزيط الباب بحلية والقادل والضيوف كلهم حضروا معنا النهاردة هنفتتح برضو عمل من أعمال وزارة الري وهو فتاح بحيرتين وسد هنا يعني على بعد 10 دقائق من هذا المكان في بحيرات وفيه تعرفين طابة يعني مشهورة بالسيول في الحقيقة عملنا شهور جامعة احنا خلصنا المرحلة الأولى ودائما فيه تنصيق مع السيد وزيط الري في الحقيقة يعني وما بيبخالش علينا المرحلة الأولى معدية 800 مليون جنيه وأكتر لأن سنة كاترين بس تعمل فيها 200 بحيرة صناعية 200 بحيرة صناعية احنا دخلين على وزنمة دلالة بشغالين فيها ودخلين على أبروديش شغالين فيها لأن السيل بتاع سنة اللي فاتت دخل عمل مشاكل كبيرة قوي فابروديش وأبو زنمة فإحنا شغالين دلالة على الفكرة يعني أعتقد أن أنا هدعو قريبا السيد وزير المعارض المياه والري عشان نفتتح الأعمال اللي تمت فابروديش وأبو زنمة فعايز أقولك الافتتاحات شغالة على طول معانا ده أنا بكلمك على طابة لأنه عندي افتتاحات في شرب عندي افتتاحات في الطور عندي افتتاحات في رصدر عندي معرض أهل الرمضان يوم الحد فيها معرض أهل الرمضان عندنا 2 مليار جنيه عندي 9 مدن